بداية نحن وجباتنا أول ما يصير فيه أي حدث أي ضربة نكون دغني متواجد على الأرض لأول شغلة معاينة الأضرار وننقل الواقع اللي عم يتدمر مباني سكنية شقق سكنية محلات تجارية ننقل هيدا الواقع بكل موضوعية وشافية أكيد ننقل معاناة أهلنا النازحين أنا قبل بشهرين ونص تقريبا على بداية النزوح الكثير كبير ومكثف عملت فيديو حكيت فيه أنه جانب الآخر العضو عم يجهز حاله بكل أنواع تجهيزات من الملاجئ لغيرها نحن بلبنان لش ما في خط الطوارئ؟ استشتيت أنه ملاجئ عنده آه يعني ما فيه هلق حاليا خط الطوارئ مفروض يكون في خط الطوارئ يعني كان هوني تعويل على الحكومة تعطل خط الطوارئ على القليلة والنزوح صار على دفعتين هيدا الشغلة كمانا لازم نضوي عليها أول نوزوح كان أول موجة نوزوح كان من جنوب لبنان على مناطق الجبل ومنطقة الضاحية الجنوبية ومناطق عديدة بالضاحية الجنوبية يعني على أطراف الضاحية الجنوبية مثل البشورة مثل عندك كمانا مناطق تانية مثل كيفون قماطية هاي كمانا لجأ إلى كتير عدد كبير من الناس من النزوح التاني الموجة التانية هلأ صار في ضربت على هول المناطق من النزوح التاني الموجة التانية صارت من الضاحية الجنوبية على منطقة الجبل ومدارس وعلى الشوارع ببيروت في ناس اليوم لليوم بهذه اللحظة عم تفترش الطرقات لتنام في عاملات أجنبيات فلوا نبيوتهم على الطرقات ما حد نسأل عنهم في كثير كثير حالات في لبنان سجلت الحكومة 172 ألف نازح بالمقابل الأرقام والإحصاءات بتشير إلى مليون و 200 ألف نازح